اشتركوا في القناة ما زلنا مع محضرات علوم القرآن صلى الله عليه وسلم أن ينفع بها الأمة الإسلامية وارتباط المرء بكتاب ربه جل فعلا فلاح وسداد ورشاد ونجاح فإنه لا يستطيع المرء أن يعقل عن الله مراده إلا في كتابهم ولن يرى تمأنينة في قلبه إلا بذكره وأعظم الذكر على الإطلاق هو كتاب الله جل فعلا كما قال الله تعالى الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بلى ورب بذكر الله تطمئن القلوب قال الله جل فعلا حياكم الله أبيكم أحسن الله عليكم كما قال الله جل فعلا قولا فصلا في كتابه حين قال وَنُنَزِّرُ مَنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُوا الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسن ولا أقول ألف لا ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقال لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته مازلنا مع علوم القرآن وهذه العلوم عليكم السلام وبركاته أحسن الله إليك ورفع الله مقامك أحسن الله استمرار هذا الوجود تكلمنا على أسرار في تنجيم القرآن وتنزيل القرآن منجما وقلنا أن من الحكم العظيمة أول هذه الحكم أن الله يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن ويقوي كما قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وردت أنه ترتيلا كما قال الله الجنف على كذلك لنثبت به فؤادك وردت أنه ترتيلا وتكلمنا على ذلك الأسبوع الماضي وأيضا قلنا بأنه سنة العادة قد ظهرت سنة الله الكونية في أنه اقتضت حكمة الله لفعلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أذى كثيرا وقد لاقى مشقة وعناء لا سيأم هؤلاء الصندين مكة تهموا بالكذب وأيضا بالتنجيم والكهانة وأنه أتى بقول مختلق وأن الجن يعلم أو العاجم يعلمونه كلام كان فيه شد على النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمل النبي والقلب لا يتحمل حتى يتسلى وإلا فقد قال الله تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فلذلك كانت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل له القرآن والآيات منجمة يعني مواكبة للأحداث أيضا من الحكم العظيمة التي تتجلى لنا وتظهر في تنجيم القرآن بأن الله تعالى أنزل القرآن منجما موافقا للأحداث منها مسائرة الأحداث والطوارف تجددها وتفروقها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل تصريحا ويبين الله لهم المعجزة الخالدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعلم عن صحف الأولين من شيء وهذه لها ميز كثيرة جدا الميزة الأولى هو بيان معجزة القرآن بأنهم يسألونها وعن أمور لا يعلمها ولا يعلم منها شيئا بأبي هو أمي فينتظر فينتظر لأنه لا يتحرك إلا بوحي كما قال الله تعالى وما ينتقى عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله تعالى مع الرسول إلا البلاغ المبين فشوف أنظر هنا عندما يسألونها ويأتون بأسئلة يعلمون أنه لا يجيب عنها إلا نبي ويقف النبي صلى الله عليه وسلم وينتظر حتى يأتيه حتى يأتي الوحفة فهذه تسليل للقلب وتثبيت للقلب وأيضا بيان للمعجزة القردة بأنه هذا الأمي الذي لا يعلم شيئا عن دين الله جلال فعلا لا يعلم شيئا عن شيء ومع ذلك يأتيهم بجواب ما حدث في الأولين وما حدث في الآخرين والكلام على أنه أتى بشيء ترتاح له القلوب حتى الكافر الفجر الذي بعد ذلك قد خالف قال قد علمنا كلام الشعر إننا أفصح الناس وليس أهزة بكلام الشعر وأيضا قال قد علمنا كلام الكهنة وهذا ليس من كلام الكهنة ثم قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغضق وإن عليه لمثمر فانظر هنا مسألة أعظم مما تكون تراها على كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى بي وليس بكلامي كلام النبي تبليغا يعني من كلام الله جل في علام فهنا تكون المعجزة عندهم بأن الله يعني يأتيهم بالجواب هو الذي يتكفل بالجواب وسنبين هذه الإشارات ومنها أيضا فيها معنى عظيم آخر سأسألكم عنه أولا بالنسبة للتسبيت وبالنسبة للمعجزة كما قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما عليكم السلام وبركاته لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إني أرى الله يعرض بالخمر فمن كان معه شيء من ذلك فليصرف قال يسألونك عن الخمر والمسيري قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس نعم لا إنكار فيهما فيهما وإثمهما أكبر من نفعه هذا ميزان عظيم مدان العدل عند القاعدة الفقهية في مسألة تعرض المصالح أو تعرض المفاسد أو تعرض مصالح على المفاسد في مسألة الخلاص إلى التوفيق وموافقة عيون مقاصد الشريعة هذه مسألة لا يعلمها أحد إلا من تضلع العلم في هذا الباب لكنه أجاب يسألونك عن الخمر والمسيري قل فيهما إثمهم كبير وما نافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه ما كان يفعل اليهود على المرأة الحاضر أنهم كانوا لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يضاجعونها في مكان وحتى لا يجمعونها في مكان فأنزل الله إلى فصل الخطاب على هذه الأمة التي رفع عنها الأسار والأغلال كان الإجابة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم لترى شو مسارة الأحداث كلما استجد أمر ينزل الكتاب تسليهة وتثبيتة لقلب النبي وبيانا على المعجزة الخالدة أن القرآن ما أترك شاردة والولدة إلا أتى بها وهذا أيضا سنبين فائدة سؤالا لكم فاستعدوا لسؤالين الآن قال الله تعالى يسألونك عن المحيد يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيد ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله شو تنظر هنا أيضا للبديع لترى كيف الاستنباط صبات الأحكام من هذا القرآن الفصيح الذي جاء بلغة القرآن قال يسألونك عن المحيد وأختلف هذه المسألة هو اسم مكان أو مسألة الدم النازل يعني هل المكان أم الدم النازل قال يسألونك عن المحيد يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيد ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا اتهرن فأتهن من حيث أمركم الله فأتهن من حيث أمركم الله وانظروا إلى القاعدة اللغوية المطبقة هنا بأن زيادة المبنى زيادة في المعنى لأنه قال ولا تقربهن حتى يطهرن حتى ترد معناها انقطاع الدم ورؤية القصة البيضاء رؤية علامة الطهر فإذا تطهرنا هنا زيادة معنى زيادة مبنى وزيادة المبنى زيادة في المعنى وزيادة المبنى زيادة في المعنى فإذا تطهرنا يعني مع ذلك أن هناك شيء فوق ذلك حتى يحدث الاختراب من المرأة وهو بعد انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر واجب الاغتسال فموجب الاختسال انقطاع الدم ورية القصة البيضاء تتطيب بقطنة أو فرصة ممسكة بمسك وبعد ذلك تتصل تعمل الجسد بالماء فإذا تطهرنا فأتهن وهذا شرط له منطقة مفهوم فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله يعني لا تأتهن حتى تطهر هذا مفهوم مخلف وهذا خلافة لابن حزمة الذي قال لو غسلت المحل أو غسلت فرجها فله أن يأتيها هذا خطأ مبين لأنه قال فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فإذا تطهرنا يعني يعني اغتسلنا هذه من الفوائد العظيمة في علوم القرآن وهي مسألة نزول القرآن منجما بعدما قلنا بأنه استقر ونزل إلى بيت العزة ليلة القادر على ما رجح ابن عباس والخلاف وارد بين العلماء على ما رجح ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من ذلك أيضا من الحكم العظيمة بنزول القرآن منجما قلنا المعجزة تظهر المعجزة بأن هذا الأمي هو الذي يجيب عن كل الإشكالات التي جاءت على الناس وذلك اليهود هم الذين جاءوا إلى النبي ويسألون عن الروح قال الله تعالى تولى الإجابة الله يسألونك عن الروح يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا لا سيامة وأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الشبه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أو إذا علم ماء المرأة هذا ما يأتي به الأبوح حتى الأطباء إلى الآن لا يستطيعون تفسير هذه المسألة كيفية سبق ماء المرأة ماء الرجل أو كيفية علو ماء المرأة ماء الرجل لأن النبي قال في واحدة منهما يعني إذا سبق أنسى أو إذا سبق ماء المرأة أنسى وإذا سبق ماء الرجل أذكر وأيضا في الشبه العلو ماء المرأة يكون الشبه بالأخوال علو ماء الرجل يكون الشبه بالأعمام حتى الأطباء الآن لا يستطيعون تفسيرها تفسيرا واضحا في هذا الباب لما جاء وحي من السماء الذي خلق والذي برر وبين ذلك فهذه علامة عظيمة جدا من الحكم كيف أن القرآن نزل منجما مواكبا لأحداثي كلما يسأل النبي يخف ليعلموا جميعا أنه ما أتى بشيء من عنده من عنده نفسه ولذلك لما سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن العاص قال يا رسول الله إنهم ينكرون عليها أنني أكتب عنك كل شيء وأنت بشر شوف هنا اعتبار البشرية اعتبار البشرية برك الله فيكم جميعا اعتبار البشرية قال تغضب كما يغضب البشر قال نعم لكن أكتب والذي نفس يدي لا يخرج من هذا إلا الحق لأنه لا يتكلم إلا عن وحي قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نعم إذن أنا أسألكم ومن الفوائد ومن الحكم العظيمة مسايرة الأحداث مع أنه كل ما تنزل نازلها في تجددها وتفرقها ينزل الحكم من السماء ماذا تستفيدون من ذلك الزوم أنا ما أريد إجابة إلا من الزوم وين 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 إجابات هي أعزاته لنا جيد عناية الله بهذه الأمة كلام جيد جدا لكن دي فهلوة منين أنت يا ولا هذه فهلوة عناية الله بهذه الأمة كيف كيف فسري كلام متين جدا لكن يحتاج إلى إلى تفصيل إجابة موطر الرسول صلى الله عليه وسلم جيد أمور وينجي أعناية بها طيب القرآن كامل الله جيد ممتازة ممتازة نعم أهل مصر أهل فهلوة راقية يعني من القاهرة أصارتها دليل على النبوة دليل على النبوة أتينا بها ممتاز في شيء آخر مهم جدا وأنا سنة تقول منزة عن التحريف ممتاز يعني الفيس بيجيب لكني أريده أريده صراحة الإجابة من الزوم أولا لكن ممتازين الكل ممتاز مازال 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 يعني مازال ما أريده لم يأتي بعد علوش عن هذه الأمة بأن يذكر الله في الماء الآن حين التنزيل ممتازة بشمان ديسة لكن أريده فوق ذلك فيها إشارة من الأهمية بمكان لا تكن تأتون بها خلاص الجميع يشترك ما يهم القرون دستورة تشريع تعرفين أميرة هذه إجابة جيدة جدا تحتاج بس إلى ممتازة أستاذ أزيزي ممتاز هي الإجابة هذه هذه التي أريدها تقول ما ترك شيء إلا ودلنا عليه يعني هذه نصف الإجابة ينزل حسب الممتاز نعم القرآن ما نهج حياة كلام جميل جدا هذا الذي أريد هو طبعا هذه إن دلت دلت على شيء واضح جلي ما هو الشيء الواضح الجلي هو أن هذا الكتاب العظيم كتاب صالح لكل زمان ومكان كمقاتر هام هذا هو أن كل مستجد وكل نازلة لابد أن نجد حلها في كتاب الله الذي في وعلا ولذلك النبي سلام كان يقف وتأتيه المستجدات والنوازل فيأتيه الجواب من رب الأرض والسماء سبحانه وجل فعلا دل ذلك أن هذا القرآن العظيم لا تنتهي على جائبه وهو صالح لكل زمان ومكان ولذلك الذي يقول أن هذا القرآن لا يصلح إلا للفئة التي سبقت كتقفر الكفر مستقلا يكفر الكفر مستقلا لا كلام في ذلك ومن لم يعتقد في كفره ففي عقدته أيضا خراب لأن هذا القرآن العظيم صالح لكل زمان ومكان نعم كما قال الله تعالى ما فرضنا في الكتاب من شيء وقال الإمام الشفعي ما من نزلة إلا وفي الكتاب لا يحلها علمها من علمها وجاهل من جاهلها هنا مواكبة الأحداث وكلما تنزل مستجدة تأتي الآيات تبين هذه المسألة فيها إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم فيه ما فيه من الاستنباط الذي يصل بالإنسان إلى أن النزلة التي تستحدث في كتاب الله يحلها لذلك إيش قال الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه لعلمه الذين يستنبطونه منهم علمه الذين يستنبطونه منهم هذه دلالة واضحة جدا أنه ما من شيء يكون فيه من المستجدات أو من النوازل إلا وفي الكتاب بالاستنباط وهذه معنى أيضا عظيم جدا لأننا بينا أن الأمة أحوج ما تكون إلى العلماء الأمة أحوج ما تكون إلى العلماء في هذا الباب نعم فما من نزلة إلا وفي الكتاب لا أحلها علمها من علمها وجاهلها من من جاهلها ونعم هذه رفعة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم رفع الله وهذه الأمة فوق فوق أهل الكفر وفوق الأم السابقة ومن الحكم أيضا بنزول القرآن منجما هو الإرشاد إلى مصادر القرآن وأن هذا القرآن ما يتأتى من قبل محمد كما قاله قول محمد وله من قول البشر البشر فيهم عجز وجاهل ونقص فأنت ما ترى نزلة إلا وترى حلها عند الله في هذا القرآن لتعلم أن الذي أجاب عنه الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون فهناك من قال بأن القرآن كلام محمد وهناك من قال القرآن مخلوق وهناك من قال القرآن كلام الله لكن كلام نفسي والذي بين أيدينا معنى من المعاني قد ترجمه جبريل كفر مستقل كل هذا كلام كفر مستقل بل بل الذين قالوا بأنه معنى معنى النفسي قرآن معنوي و والذي بين أيدينا هو من تعبير جبريل هذا كفر مستقل هذا أسوأ من قول من قول المعتزلة وطبعهم يحتاجون بقوله إنه لقوا رسول كريم نعم قلنا إضافته للرسول صلى الله عليه وسلم وإضافته لجبريل إضافة بلاغ إضافة بلاغ يعني إنه لقوا رسول كريم هذه معناها أن هذا الرسول يبلغ وهو كريم عند تبليغه ومن قال بأن القرآن مخلوق كالمعتزلة قد ابتدعوا بدعة يكفرون بها ولكن ليس كفرا عينا يعني لأن ما قال القرآن مخلوق فقد كذب الله لأن الله قال هو أن القرآن كلامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التماتي إن شاء الله مخلوق فأضاف كلام له لله جل في علاه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فيه كما قلنا القرآن كل محكم والقرآن كل متشابه القرآن كل محكم نعم ليس فيه أي لا يأتي الباطل من يديه ولا من خلفه نعم والقرآن كل متشابه في التناسق وفي الإبداع وفي الإفساح وفي الفصاحة وأيضاً في ظهور الأحكام والعظات والعبر نعم هذه بعض الحكم فيما سردناه على أن القرآن نزل منجماً ونزل كما قلنا نزل إلى سماء الدنيا في لا يتقاد مرة واحدة ثم نزل مواكماً الأحداث منجماً على النبي صلى الله عليه وسلم ننتقل إلى مسألة أخرى مهمة جداً من علوم القرآن وهذه لابد يعني أن ننتبه لها وهي مسألة الوحل يعني هذه المسألة مسألة مهمة جداً لأننا نقولنا القرآن كلام الله طب كيف جاء للنبي صلى الله عليه وسلم جاء بوحل فالقرآن كلام الله نعم والنبي صلى الله عليه وسلم ما أتى به من عنديات نفسه لكن أتى به من الوحل فلابد أن نتعرف على الوحل وكيف كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم الوحل هذا كله إثبات لإيش إثبات إثباته لمسائل ثلاثة إذا قلنا الوحي يبقى الوحي عند ذكره أثبتنا مسائل ثلاثة من المهمات في الاعتقاد ما هي المسائل الثلاثة ما زلت أتمنى أن أرى ذلك في الزوم إثبات النبوة ممتاز يا رهام لكن كيف إثبات صدق رسول ممتاز أقوله لا ماشي ممتازين نعم أولا إثبات النبوة إثبات الصدق الرسالة ممتاز هذا أول مسألة عقدية المسألة الثانية أنه ليس من كلام محمد فيه تكذيب من قال بأن القرآن كلام محمد سمحوني أنا أرى في مطر والمطر له سنة لابد أن أعمل بها الآن وأتيكم أحسن الله عليكم هذه سنة المطر أن يستمع كان يأخذ المطر ويجعله على كتفها كذا ويقول هذا حديث أهد برب هذه السنة يعني الدعاء فيها في هذه الأوقات دعاء مسجاب بإذن الله نعم ممتازا أستاذ الست هو هادية السنة فأردت أن نقيم السنة قبل أن أبدأ أحسن الله عليكم أرفع الله مقامكم وشكر الله لكم إذن قلنا الوحي أيضا فيه دلالة على أنه ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام من أوحى إليه ذلك أعتق الله فوق ما ترتجيني الراجية وأحسن الله عليك وأجعلك بكلية وجمعية قلبك ترتجين الفردوس الأعلى اللهم أمين ورحمة الله قلنا سنة المطر أن يأخذ بيده وأن يضعها كذا على كتفه ويقول هذا حديث عهد بربه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نعم الوحي إذن من الفوائد أولا صدق النبوة الثاني أنه ليس من كلام محمد أن الوحي الذي يأتيه ليس من كلام محمد من كلام من أوحى إليه وهو الله جل في علاه الثالث طبعا عندما يأتيه الوحي في دلالة كما قلنا على علو الله جل في علاه الوحي يقال وحيت وأوحيت إليه وأوحيت إليه إذا كلمته بما تخفيه عن غيره تقول وحيت إلى زيد وأوحى إلى العم يعني كلمه في خفاء ما حد يعلم إلا هو وزيد فقط وقد يكون بالرمز وقد يكون بالتعريض وقد يكون بصوت مجرد والوحي بمعناه اللغوي له معاني كثيرة جدا وجاء القرآن به الوحي بمعناه اللغوي جاءه جاءت معاني كثيرة به منها أولا الإلهام الفطري الإنسان الإلهام الفطري هو إلهام ترى يوزع الله في قلبك شيئا يستقر في قلبك ترتاح إليه جدا وتميل إليه ميلا جارفا وبعد الميل جارف ترى أنك لابد أن تفعل ما وجدت ما في قلبك الميل له تعلم أن هذه رسالة من الله جلالي فعلاك أنه يقول لك هذا الأنفع لك وهي يعني في قوله جلالي فعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضي قال فإن قفت عليه فألقي في الهم ولا تقافي ولا تحسن إن راده إليك وجعله من المرسلين نعم هذا يتناوله هذه المعاني ومنها الإلهام الغريسي أيضا كما أرد في النح قال الله تعالى وأوحى ربك أوحى هنا أوحينا إلى أم موسى يعني أوزعنا في قلبه هذا الأنفع الإلهام الفطري كما قلنا يجد في قلب ما لا يستطيع دفعه ويريد أن يفعله وطبعا خطأ من ابن حزب ابن حزب أخطأ وشز فيما قال النبوة في الرجال ليست في النساء بحال من أحوال الله مصيب أن يفعلنا الله مأمين أسأل الله أن يرد كائد الكائدين ومكر الماكرين وأن يثبتنا أجمعين على كتابه المبين وعلى سنة سيد المرسلين الله مأمين الله مأمين من كان الله معه فمن عليه والإلهام الغريزي للحيوان كما قال الله تعالى وأوحى ربك للنحل أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ألا يقول ابن حزب هنا أنا أخطأ ابن حزب ما أخطأ ابن حزب أفحش الخطأ فيما قال وما أرسل من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم هذا واجب يا سمراء لا تحسبيني أفوتوا دعاء ليس لك فيه نصيب أبشيري خير إلا ماكن كل الدعاء لكم جميعا فملكي يحظ ونصيب كبير من الدعاء قال وأوحى ربك للنحل أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أما قال ابن حزب بأن النحل فيهم أنبياء على خطأ غرار ما يقول لأنه لما قال عن أم موسى بأنها نبيا على مسألة الوحي وأوحينا إلى أم موسى وهذه الظاهرية التي قتلته وليته في العقيدة مشى على الظاهرية بل هو معتزل الفكر وأوحى ربك للنحل أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون والإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء تكون أيضا في معنى في معنى الوح كما قال فخرج على قومي من المحراب فأوحى أشارة فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية أشار إليهم أنه كان من يعني من من علامات أن الله جل في علا من عليه بهذا الخير بالولد كان من علامات أنه ما يتكلم أنه ما يتكلم ما استطاع أن يتكلم لذلك أشار إليهم أن سبحوا فخرج على قومي من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية وأيضا قد قد يطلق الوحى على وسط الشيطان قد يطلق بقوله وأن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم نعم في الأسكندرية أنا في الأسكندرية قال الله تعالى وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجددلوكم وكذلك جعلنا لكل نبينا عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا رب يحفظك طلبة العلم شدد الله على قلبك إيمانا وتقوى وعلما وفهما ونشرا للعلم والجميع كذلك بإذن الله وأيضا ما يلقي الله الله جل في علا إلى ملائكتي ينزل في مساءات الوحي إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فتبتوا الذين أمنوا وقد نعلم بأن الله جل على يكلم الملائكة ويسمعون صوته سبحانه وتجل في علا إذا أراد الله أن يعني يتكلم بالوحي أمر أن يأذن بالأمر تكلم بالوحي كأن سلسلة على على صفوان خديد عليكم السلام وبركاته وحسن الله عليكم حفظكم رب وحسن الله عليكم نعم فهذا معنى الوحي لغة والملائكة الله تعالى يوحي إليهم بأنهم يسمعونه يسمعون كلام الله جل على عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته وأما وحي الله للملائكة فقد جاء في القرآن ما يبين أن الله قال للملائكة كلاما وسمعوا صوت الله جل على حين قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هنا قال الله جل على فعله وإذ قال ربك للملائكة هنا القول نصب الله للملائكة إذن كلمهم الله أو نزل جبريل إليهم ناقلا عن ربهم جل على فعله إذ يحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمن والحديث ظهر جدا أن الله يكلمهم وهم يسمعون صوت الله يعني الله يتكلم بصوت وحرف نعم وهذه عقيدة أهر سنوة جماعة أن الله يتكلم بصوت وحرف كما ورد عن النبي صلى الله أنه قال إذا أرد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفة من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات سعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحي بما أراد ثم مر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فأقول جبريل قال الحق هو العلي الكبير فأقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة يفروا كأنما سلسلة على صفوان فترتعد قلوبهم والسماء تأخذ رجفة وتأخذ السماء رجفة ورعدة شديد خوفا من الله عز وجل فإذا سمع الملائكة صوت الله صاعقوا وخروا لله سجد سبحانه رب العالمين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا مع أصحابه وقال من أعظم الناس إمانا قال الملائكة قال الملائكة يرون ربهم يرون عظيم 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 فعل الله ربوبية الله جل فعل هذه فيها دلالة أن الله يكلم الملائكة والملائكة يسمعون كلام الله جل فعلها وثابت أن القرآن الكريم أيضا كتب في اللوح المحفوظ كما قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ولما خلق الله القلم قال له اكتب قال له ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيام ولذلك العلماء أيضا نعم أوحى للنحل يعني أوزع للنحل هذا الغريزي وهذه من عجاب من عجاب قدرة الله جل فعلها وذعب العلماء إلى جبريل بقرآن كل ذلك لابد أن نبين دقائق الوحي لتعلم أنها من السماء أنها من الرحمن صدق النبوة وأيضا هناك سفير بين الله وبين عبادي ما كان بشي أن نكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب فهنا جبريل كيف تلقى القرآن جبريل كيف تلقى القرآن فأحنا عندنا نهل بدعو الضلال الذين قالوا بأن جبريل هو المعبر عن القرآن والذي بين أدينا هو تعبير جبريل وهذا والله كفر مستقل والله هذا كفر مستقل وإن كان هذا القول قول كثير ممن ممن يقولون بأنهم أقرب ناس إلى أهل السنة والجماعة كلامهم أسوأ من كلام المعتزلة المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق فكلامهم هذا كلام المعتزلة الكفر مستقل قاله أحمد وقالوا كثير من العلماء فالذين يقولون بأن الذي بين أدينا هو المعنى وأن الذي عبر به هو جبريل واصف الله بالنقص ومواصف الله بالنقص هنا ليس بالكمال بحال من الأحوال فأنا نقول اختلفوا أيضا جبريل كيف تلقى القرآن من رب العالمين العلماء قالوا تلقاه من الله سماعا يسمع كما سمع الملائكة لأن الملائكة لما سألوا جبريل ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العزيز الحكيم وقالوا الحق وهو السمع العليم فالجميع خروا سجدا لله جبريل يقول بذلك قال قال الحق فإذا معنا ذلك الجبريل يسمع كلام الله جل فعلا فقد سمع جبريل كلام الله جل فعلا نعم تلقاه من الله سماعا سمع من الله ذلك ونزل به إلى نبي الأمين أنا ما قصدت الآية أنا ما قصدت الآية فنزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أن جبريل حفظه من الروح المحفوز وهذا خطأ مبين وأسوأ من ذلك أنهم قالوا بأن جبريل ألقي عليه المعنى والألفاظ لجبريل وهذا كلام كفر مستقل هذا كفر مستقل لأن معناه أن القوال دي بين أيدينا ليس من كلام الله والله قال بأنه كلام قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله القرآن ثم أبلغوا مأمنة ولذلك ترى أن الله نسب الكلام له دلاء أنه تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى الروح إلى النبي الأمين قال الله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وقد قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله فأضاف الكلام الله والشطار طبعا نكرر لهم أن المضاف إلى الله نوعان إضافة معنى وإضافة وإضافة عين مستقلة إضافة القرآن لله جدا فعلا إضافة معنى إضافة الكلام لله هي إضافة معنى قال الله تعالى قال الله تعالى وإذا تتلع عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو أبدله شف الإجابة قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه فالقرآن هو كلام الله بألفاظه لا دخل الجبريل في هذا بحال من أحوال جبريل مبلغ عن الله فقط جبريل مبلغ عن الله فقط الله يتكلم بالقرآن ويسمع صوته جبريل ويعقل ما يقوله الله وينزل به إلى الروح الأمين لا لا كلام الله في القرآن فقط نعم وفي القرآن الكريم في الأرواح المحفوظ لأن الله لما خلق القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وأن ما بين دفتاء المصحف وكلام الله جل فعلها الله قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق من ربك بالحق إذن هذا الوحي أو لا الحديد القدس لا يدخل في ذلك لا يدخل في ذلك بحال من أحوال لأنه لا يتعبد بتلاوته نعم هذه بالنسبة للوحي الجبريل عليه السلام الذي نزل به إلى النبي الأمين فيبقى لنا الكلام إذن هذا الوحي الجبريل بينا كيف الوحي الملائكة وبينا كيف الوحي لجبريل عليه السلام يبقى لنا الوحي إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كيف يكون الوحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وإحنا قلنا بأن من علم القرآن هذه المسائل مهمة جدا نتعلم مسألة الوحي لأمور كثيرة وقلنا وقلنا من أهمها إذبات النبو وصدق النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا قلنا بأن الوحي هنا لجبريل عليه السلام أنه سمع كلام الله جل فعلا سمع صوت الله ونزل به إلى روح هذا الراجح الصحيح فكيف يكون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أو كيف كان الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أقول الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو صوت طيب ممتاز أو لا لكن هو الكلام هنا أن الوحي من الله جل فعلا لنبيه يكون بواسطة وبغير وسطة نعم يوحي الله جل فعلا لنبيه بواسطة وبغير وسطة لما كان بواسطه الذي ما تقولون نعم ممتازة سنة نعم ممتازة سنة لا تعجل به لسنة جبريل كان يتلوه على ممتازة سمراء هو كان يتلوه على النبي صلى الله عليه وسلم ونبيه كان يتحرك سريعا يريد أن يبلغ ويخشى أن ينساه فقال الله تعالى لا تحرق به لسنة كتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه إذن عندنا الوحي وحي الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم كيف يأتي الوحي علمنا كيف يكلم الله للملائكة أو يحي إلى الملائكة وعلمنا كيف يحي الله إلى جبريل عليه السلام وكيف بلغه هذا القرآن علمنا ذلك صحيح ولا لا يبقى لنا كيف الوحي كان للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرتبتان وحي بلا وسطة ووحي بواسطة يبقى الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحي بواسطة ووحي بغير واسطة الوحي بغير واسطة نعم هو مراتب الوحي بغير واسطة مراتب منها الرؤية الصالحة بل قول أولها الرؤية الصالحة وكما قالت عائشة رضي الله عنه الرؤية عن عائشة قالت أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح مثل فلق الصبح وكان هذا تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزع عليه الوحي يقزة والوحي مناما ليس من القرآن منه من شيء الوحي مناما ليس من القرآن منه من شيء قد يحيى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم مناما كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مناما رأى زواجه من عائشة رد الله عنه أرضاه كان في المنام يأتيه جبريل بسرقة من حرير فيها عائشة ويقول هذه زوجتك هذه زوجتك في دونها في الأخيرة والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ويقول إن يكن من الله يمضي يمضيه إن يكن من الله يمضي إذن أول الوحي بدون وسطة المنمات الرؤية الصالحة كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم تكون مثل فرق الصبح ليس منها من القرآن من شيء وقد قال بعضهم لماذا قلتم ذلك؟ نعم هذا صحيح ما أدق فهمك يا سمراء قال بعضهم إذا قلتم ليس من القرآن من شيء ماذا تفعلون بسورة الكوثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما أو مبتسما فقلت ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يهتمون بكل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال نزلت علي أنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصال ربك نحر إن شانيك هو الأبطر هم يقولون أنتم قلتم أن هنا الوحي بلا وسطة المنام والقرآن لم يأتيه في منامه بحال من الأحوال قلنا ماذا تقولون بسورة الكوثر أغفى إغفاءة ثم قال أنزلت عليها سورة بسم الله الرحمن الرحيم هذا يحتاج بها شفعي على أن البسملة آية من كل سورة من سورة القرآن فالصحيح أنه قد يقال بأن هذه يعني كانت إغفاءة الإغفاءة التي تأتيه عندما أتيه رسول ويكون شديدا عليه الملك يعني رأيت الصاحب يقول فوضع فخد على فخدي كاد فخدي يكسر من شدة ما تحمل عليه وهو يتحمل الوحي من الملك فهنا الإغفاءة في هذه السورة قد تكون كما قلنا من الملك إغفاءة عندما يأتيه الملك لكنه لم يرى من الرؤية ما كان قرآنا لم يرى ذلك رأى أحكاما رأى أحكاما لكن لم يرى قرآنا يطلى ما جاءه في المنام ولكن جاءه بالوحي هو الذي جاء به كيف ما عاد براءة كيف ما عاد براءة يا زيزي كيف كيف ما عاد براءة كيف البسمالة نعم البسمالة نعم نعم صحيح صحيح وقد قالوا علماء أن البسمالة فاصلة بين كل سورة صورة وهذا قول ابن عباس ردي الله عن أرضاه والذي يدل على أن رؤية الأنبياء حق وأنها وحي لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنام عيني ولا ينام قلبي ولذلك كانوا لا يوقذون النبي بحال من الأحوال يقول نقش أنه أن يكون أته إلهام من الله جل في علاءة ويكون وحيا نعم تقوم الأذى الأدلة في كتاب الله جل في علاءة لأن رؤية الأنبياء وحي ما رأاه إبراهيم عليه السلام بشر إبراهيم في قصة في قصة إبراهيم بالغلام قال فبشرناه بغلام الحليم فلما بلغ معه السعية قال يا ابني إني أرى في المنام يعني أذبحه فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنك ذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بدبح عظيم وتركناه في الآخرين سلام على إبراهيم هذه يعني آخر الآيات أريد وجه الدلالة على أن الرؤية الأنبياء وحي وحق أريد وجه الدلالة أطلع عليكم الآية مرة ثانية فبشرناه بغلام الحليم فلما بلغ معه السعية قال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية أين وجه الدلالة من أن الرؤية وحي حق يأخذ بيه الأنبياء وين وجه الدلالة من الآية الزوم وجه الدلالة من الآية قد صدقت الرؤية جيد لكن خلينا صدقت الرؤية رهام أيضا قال بذلك قد يكون هناك ما هو سابق عن هذا الاستدلال تؤمر ممتازة عزيزي ممتازة 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 تؤمر جعله أمرا من الله جل في علا هو قال يا ابنها إني أرى في المام أني أذبحه قال يا أبا تفعل ما تؤمر ما قال له أن هذه منام وقد يكون وقد لا يكون لا سمه أمرا من الله سمه أمرا وذلك قال يا أبا تفعل ما تؤمر وهذا فقه الصغيرة الآن فقه إسماعيل عليه السلام قال ما تجعله أمرا من الله له وفي النهاية قال صدقت الرؤية أي يا بريم قد صدقت صدقت الرؤية وذلك قال إن كذلك نجزي المحسنين وقد تكون الرؤية لغير الأنبياء كما قال النبي القطع الوحي باقة المبشرات رؤية المؤمن جزء من ستة أربعين جزء من النبوة وذلك قال الله تعالى وما كان المشرع أن يكلم الله إلى وحيا أو مورا حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وأيضا لو كان بغير وسطة كما قلنا كلاما بغير وسط كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما ولذا ما جاء موسى لميقتنا وكلمه ربه وكلمه ربه والنبي صلى الله عليه وسلم كلمه النبي صلى الله عليه وسلم لا وسطة بينه وبينه وكان بينه وبين موسى السلام عندما فرض عليه خمسين صلاة حتى قال لا يبدل قولة دية هي خمسون ويبقى لنا الأمر الثاني وهي أن يكون أن تكون الرؤية بواسطة عليكم السلام عليكم أن تكون الرؤية بواسطة وهذه نرجعها في الدرس القادم نبين الرؤية بالواسطة كيف كان يأتي الملك لأن هناك يعني صراحة من قال كلاما من الأشعارة كلام مستعجم أنه قال لما أتى إذا أتى جميل النبي صلى الله عليه وسلم على سورة دحية تكون ذاته في السماء تكون ذاته في السماء ويأتي بروحه خطأ مبين هنا إذا كان الوحي بواسطة المعنى بواسطة جبريعي السلام ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم ولابد أن تعلموا قاعدة بأن الملائكة قد أعطاهم الله جل في علا قوة على التغيير والتصوير والتشكيل يأتون بسورة تخالف السورة التي هم عليها ويأتون بسورة أخرى تخالف هذه السورة يعني لهم قوة التصور أو التشكيل في ذلك فسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم كيف أأتينا الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أن هذه مادة إثبات إيش إثبات النبوة وصدق الرسول وإثبات أن القوان كلام الله العالى وأن وحي من السماء نعم يكون الدرس القادم إن شاء الله في الكلام عن ذي المراتب وأيضا الكلام على أولية النزول أخرية النزول نزول أول آية نزلت ولما نبحث في أولية النزول والكلام على المكي والمدني بعدها بإذن الله تعالى لو في أسئلة تفضلوا فلا أنسى أن نذكر الجميع بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الجمعة من الجمعة حديثه أن كان في ضعف يستانس به من صلى الله عليه ليلة الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا ومقيام والحديث الصحيح من صلى الله عليه ليلة الجمعة صلى الله عليه بها عشر وإياك 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 يا زيزي إذن نريد لو في أسئلة تفضلوا لو ما في أسئلة إذن علينا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعد الله عنك يا ولا أحصى الله عليك زادك الله حرصا زادكم الله جميعا حرصا في أسئلة تفضلوا حديث مقطوع وحديث مقطع الحديث المقطوع هو الذي سقط هذا سأجيبك الحديث المقطوع هو الحديث الذي وقف عند التابعي كأن سعيد موسيب يقول لو سأل المسجد على فخذي ما ترضأت المسجد يطهر فيكون هذا الحديث مقطوع أنه يقف فيه الراوي إلى التابعي والحديث الموقوف هو الذي يقف فيه الراوي إلى الصحابي هذا الحديث المقطوع وإياك يا نورة ما المقصود بالخليفة أن جاء في الأرض خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا يخلف بعضهم بعضا يقول أريد أن أفهم شيء لما اليهود أعطاهم الله أكثر من فرصة على جهلهم وفي كفرهم كما لا يعطي من قبل قوما لأن الله جعل أراد هذيئتهم وأرادهم التنكب السراط والله جعل أرسلهم رسلا كثر وهذه الدلالة وضحة جدا على أن الله حليم وأن الله جعل أفعل ما يعاقب إلا بعد أن أفات كل الطرق في إصلاح القوم فهم كانوا قوما فيهم جحود وعناد وشخصية منقلبة فلذلك نقول بأن بأن الله أعطاهم هذا لما فيهم من التمرد ولما فيهم من الجحود لكن إذا أذن الله أخذهم أخذ عزيزي مقتدر نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما